لو هروح معاكي برضو لفكرة هنا المناعة والناس اللي عندها بايدفولت يعني مش مناعة قوية في ناس أكسامها كده أكساتها كده حتى لما شوفنا كوفيد فيه أكسام قدرت أنها تعذي الكورونا بسلاسة وفي ناس تعبت جدا برضو نفرق بين ده وده ازاي وده يتعامل ازاي الشخص اللي بايدفولت مناعته قوية والناس اللي مناعتها أضعف ننصحهم أزيد بإيه الناس اللي مناعتها أضعف أنصحهم على طول بالفيتامينز لما حايل بأن هنا نحن نتخذل في الموضوع دائمينز بالزبط انتي عندك البروتوكول بتاع وزارة الصحة المصرية بقولك حتى عشان أعمل وقاية ومناخد التطعيم ومناخد فيتامين سي ومناخد زينك وانتي فيرول وانتي بواتيكس وغير عشان أحاول أعدي من غير الأعراض القوية جدا وعلى فكرة هي كمان مش قصة كوفيد انتي عندك دلوتي بتسمعي عن الفطريات بتموت عشان نتيجة نقص المناعة الفطر الأسود وحاجات كده بتطلع وكل حاجة فعلا لو أنا مناعتي مش قوية باخد أعراض مش حلوة يعني الأعراض بتبقى قوية علي فبنصح أي حد عنده مشاكل في المناعة دايريكت يلجأ مش مشاكل في المناعة مش برد مناعي لو حاسس أنه هو مثلا مناعته مش قوية أنه كل شوية بيجي لبرد وقت التشافي الأعراض عنده عالية شوية ياخد فيتامينز هذه تبقى وراثة يعني فكرة أننا ممكن أورث حد أو أورث من حد نقص المناعة أو كل بني آدم يعني صفاته هو لايف ستايل بيبقى قوي لايف ستايل بقى يعني الأكل برضو بيقلل المناعة السكريات زي ما نقول لايف ستايل عدم الحركة النوم اللي مش صحي كل الحاجات دي بتقدي أكيد إلى نقص المناعة من غير ما أنا حتى أحسس النوم اللي مش صحي